اشتركوا في القناة في اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له مشيدا معاليه بعمق العلاقات الوطيدة والتاريخية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وسبل تعزيزها وما تشهده من تطور وتعاون على الصعيد العسكري حضر لقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة واللواء الركن بحري يوسف أحمد ملالله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين واللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني واللواء الركن الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة مدير التخطيط والتنظيم والتقنية واللواء الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكي البحريني وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين